المدينة القديمة في تعز لا تجد فيها شجرا ولا حجر ناهيك عن البشر إلا ومسه الضرر بسبب ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح التي ارتكبت الجرائم بحق أبنائها والتي لا تقل فضاعتها عن جرائم ميليشيات الحوثي التي لا تزال تحاصر مدينة تعز عشرة أيام عاشتها المدينة القديمة تحت نيران الميليشيات الأخوانية التي أعلنت الحرب عليها بزعم ملاحقات أمنية فارتكبت من الجرائم المروعة بحق المواطنين وخلفت مآس وأضرار بليغة طالت كل مناح الحياة الميليشيات الأخوانية وسعت هذه المرة من حربها الظالمة على سكان أحياء المدينة القديمة والأحياء الجنوبية لمدينة تعز والتي بلغت ذروتها في اليومين الماضيين بعملية الاشتياح واستهداف البناطق والأحياء السكنية بالسلاح الثقيل والمتوسط كتائب أبو العباس وحقنا لدماء المواطنين تجنيب المدينة المزيد من الدمار أعلنت مغادرة المدينة وبدأت فعليا بالانسحاب منها لكن ميليشيات القشد الشعبي استغلت خروج كتائب أبي العباس فقامت باقتحام منازل المواطنين تحت ذريعة البحث عن أسلحة خروج كتائب أبي العباس من المدينة القديمة طرح أسئلة حديدة أبرزها متى ستنعم هذه المدينة بالأمن والاستقرار ولماذا لا يتم إخراج ميليشيات الحشد الشعبي من مدينة تعز وما مبررات وجودها في مدينة تعز التي لا تزال تحاصرها الميليشيات الحوثية أليس من الأجدر التوجه إلى الجبهات لتخليص تعز من الميليشيات التي لا تزال تصب حمام حقدها على المدينة منذ أكثر من أربع سنوات